ونبقى في الصفحة الرياضية حيث أنهى المشاركون في الدورة الختامية لكرة اليد المباراة النهائية التي جرت بين فريقي SOS وأكاديمي بالملعب الرياضي لأرداب جمال كان ذلك بحضور ممثلية الفدرالية الشادية لكرة اليد ومحبي هذه الرياضة تقرير بحر الدين عبدالشاف الدون تعتبر الرياضة إحدى العوامل الأساسية في التربية البدنية والثقافية لدى الشباب والتي أخذت حيذا كبيرا بين المؤسسات الرياضية فقد جرت مباراة ودية بين فريق أكاديمي وفريق SOS الذين يعتبران إحدى الفرق الناشئة وفي بداية الشوط الأول فقد أحرز فريق SOS هدفا رائعا بدرب الجزاء على نظيره فريق أكاديمي وكانت المباراة ساخنة في بدايتها حيث سيطر الفريقاني في وسط الميدان بستة نقاط لفريق أكاديمي مقابل ستة عشر نقطة لفريق SOS أما الشوط الثاني فقد أدخل الفريقاني استراتيجيات جديدة وقاموا بدفاعات هجومية وكان فريق أكاديمي حاول عدة مرات بدربات جزاء ولم يحالفه الحز ولكن فإن مثل هذه المباراة الودية ترفع من معنويات اللاعبين والمشجعين بين الفريق الرياضية وقد انتهى المباراة الودية بإثنين وعشرين نقطة لفريق أكاديمي وخمسة وثلاثين نقطة لفريق SOS كما قدمت جوائز تشجيعية لمدربي الفريقين بهذا الخبر الرياضي سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية النشرة شكرا لكرم المتابعة دمتم في أمان الله شكرا لكرم المتابعة اشتركوا في القناة